فريق سفراء الأمل تابع الإدارة العمل للتعليم في منطقة نجران وهذه مبادرة من وزارة التعليم للعام الماضي لسفراء الحزم والآن مرحلة الثانية لسفراء الأمل والأخوة في إدارة تعليم الرياض المشكورين تمسخوا برنامج كامل خلال هذا الأسبوع كان من ضمن تنسيق البرنامج هو زيارة نادي الهلال تشرفنا بلقاء ناعب الرئيس والمنسق الإعلامي في نادي واللاعبين ولهم الشكر الجزيرة على استقبالهم لأبناء الشهداء وأبناء المرارضين على الدول كيف تشوفوا زيارة أبناء الشهداء الهندية الرياضية واللاعبين المعروفين من شعير؟ طبعا مثل هذه البرامج والذي الزيارات مثل هذه الفئة الغالية علينا جميعا وخصوصا لما يلتقون بها للاعبين المعروفين والنجوم ترفع من روحهم المعنويات تنسيهم بعض الآلام والأحسان التي يخرجون بفقدان أبا وفقدان أخ كان لقاء مع اللعبيين أكبر فخنان وقدروا وضعنا نهيجي من نجران يشوفروا أمل وتواضعوا وصوروا معنا بصراحة ما توقعنا من دائرة الاستقبال الشوق واللعيبة ولا من الدارة ولا من اللعيبة كلهم بيض الله يجب هم قصروا أفت الحيب والأفت استقبال من شفت من اللعيب ومن قابلت من اللعيب كلهم مقصروا وسلمنا صور شخصية بما ياسر قطاني وناصب محمد الشلوب وبعالي اسفد كريمي وش الكلمات اللي اسمعت من اللعيب لكم أنتم كأبناء برابطين لحد تجمع والله مقصروا لا في دائم ولا في ترحي بلا في كل شيء مقصروا شكرا شكرا